مصر لها تجارب مع صندوق النقد الدولي كتيرة مش كتيرة أولي ولكن فيه تلات تجارب بالفعل يعني كانوا تجارب حقيقية وفيه محاولات أول تجربة كانت سنة 77 بعد الانفتاح في عهد الرئيس الراحل أنور السادات واللي بعدها الحكومة خدت بعض الإجراءات برفع بعض الأسعار من أسعار الخبز وكان بعدها أحداث 18 و19 يناير ما أسماه السادات انتفاض الحرامية وما كانت هي يسميها البعض انتفاضة شعبية لغلاء الخبز دي كانت أول مرة تاني مرة كانت في عهد حكومة دكتور عاطف صدقي في بداية التسعينات وعده 1992 وكان قرد مش كبير أعتقد حوالي 300 مليون دولار وبالفعل مصر بدأت برنامج خاص خاصة وبدأت خط عملة ومشيت في هذا الإطار وقدرت أنها تحقق الإصلاح الاقتصادي وحتى آخر شريحة ما خدتهاش تالت مرة كان برضو قرد بحوالي نفس الرقم لكن مصر ما استخدمتهش وده كان حوالي سنة 96 مصر ما استخدمتش هذا القرد وكان مجرد إطار اشتغلت به لضبط اقتصادها وبرنامج اقتصادي وإصلاح اقتصادي وما خدتش الفلوس اللي هي طلبتها بعد ذلك بعد الثورة كان فيه عدد من المحاولات محاولتين محاولة كان وزير المالية فيها دكتور سامير ردوان وهو ضفنا دلوقتي وهيحكي لنا عليها ومحاولة أخرى في عهد حكومة هشام أنديل لم تكتمل أيضا لأنه بعد كده قامت ثورة 30 يونيا يترى حصل إيه في هذه المحاولات يترى الطريق بيمشي إزاي للحصول على قرد من الصندوق وهل ممكن المرة دي كمان الحكومة ترجع في كلامها في آخر لحظة وما تاخدش القرد وتأثيره ده إيه دكتور سامير ردوان وزير المالية الأسبق أهلا بيك وحشتنا أهلا بيك سيد يعني طبعا تذكر محاولة 2011 حين كنت حرك وزير مالية وحين بعد ثورة يناير ومصر لماذا لجأت مصر إلى الصندوق في هذا الوقت أنا عصرت التجارب المختلفة اللي أنت ذكرتها لأن أنا بذات في فترة الدكتور عطل صدي كنت في جينيف وكان الوافد بيشرفني دائما أنه يمر علي وهم رايحين وهم راجعين بحيث نتفاهم فيما يعرضه الصندوق في الوقت ده الظروف كانت مختلفة تماما أهم حاجة كان حرب الخليج وعفاء مصر من الديون 50% من الديون والموقف تجاه مصر كان موقف مختلف تماما موقف يعني مؤيد فدي الفترة دي عجز الموازنة أيامها كان لا يتجاوز 5-6% فكانت ظروف مختلفة تماما بنيجي لسنة وزي ما تفضلتي في القرد الأول الربعمائة مليون الدكتور عاطف ما استخدمش منهم كل القرد الجزء الأخير رجعوا والقرد الثاني يعني بعديه على طول ما استخدمش بالمر لأن خلاص مصر ما كانش فيه حاجة يعني كان مجرد برنامج كان برنامج كان برنامج وكان أرتك الفور وبرنامج تشور أرتك الفور وبيترتب عليه قرد فجينا لسنة 11 وكانت الثورة طبعا حصلت الثورة وحصلت المطالبات الفئوية اللي كنا نسميها المطالبات الفئوية أيامية فكان فيه ضغط قوي جدا على المالية العامة في مصر فإحنا عملنا حساباتنا لقينا أنه كان فيه فجوة تمويلية يعني بين اللي عندنا واللي احنا محتاجين قدرناها بعشرة لاثناشر مليار دولار وقدرنا أن ممكن من الأشقاء العرب أن احنا نحصل على حوالي خمسة لسبعة مليار ومن البنوك التنمية الإقليمية زي البنك التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي والبنك الأوروبي لأن احنا قبلنا كعضو مراقب في واشنطن في إبريل 2011 ودي كانت خطوة مهمة جدا فتبقى 3.2 مليار دولار دول اللي طلبتهم من السندوق دول اللي طلبناهم من السندوق ودخلنا في مفاوضات مع السندوق من حسن الحظ في هذا الوقت أن كان العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي أحسن ما يكون كان الدكتور فاروق العودة كان الدكتور فاروق العودة وكانت العلاقة كنا يعني نفس نفس الفكر ده بيساعد المفاوض ده يهمنا في الوقت الحالي لأنه بيساعد المفاوض فإحنا دخلنا ببرنامج إحنا مصممينه تم تصميمه بأيدينا إحنا وكان فيه ما يسمى بالخطوط الحمراء بمعنى إيه بمعنى إيه الخطوط الحمراء موضوع الدعم ده مسألة إحنا حنقدم لكه فيها برنامج إن إحنا نقلس الدعم تدريجيا على مدة خمس سنوات ويحصلوا إميدياة لي على طول برنامج للحماية الاجتماعية لأنه حيضار ناس رغم كل اللي ممكن نعمله في النهاية بيضار ناس فده لابد نعمله اتنين مفيش إحنا عارفين البيروقراطية المصرية متضخمة ومترهلة وغير كفقة لكن ده برضو عاوز برنامج عن طريق الأجور لكن حاليا في ظل الظروف السياسية الموجودة لا مساسة ده الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور في قموس صندوق النقد الدولي ممنوع فلهم دي مسائل ما فيهاش نقاش معلاش حوار